شارك مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع الافتراضي الذي عقده البنك الدولي حول الاستثمار في رأس المال البشري في عصر جائحة فيروس كورونا كوفيدا 19 وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال صقل الطاقات البشرية بالمهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الانتاجية كأحد المتطلبات الأساسية لدعم الاقتصادات والاستقرار العالمي بوجه عام خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي كما تم خلال الاجتماع حث الدول الأعضاء لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وترتيب أولويات الإنفاق بما يصب في صالح الأفراد التركيز على ضرورة اتباع نهج متكامل يشمل التنسيق مع كافة القطاعات ذات الصلة بالاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم ذلك من خلال توسيع الحيز المالي للرعاية الصحية وخلق فرص تعليم أكثر بما يسهم في تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتعزيز الكفاءات لدفع عجلة التنمية تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر رأس المال البشري 2020 الصادر عن البنك الدولي الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم ويقيس الإنتاجية المحتبلة للأفراد المواليد حديثا بعد بلوغهم سن الثامنة عشر وبحسب المؤشر فإن الطفل المولود اليوم في مملكة البحرين سيكون منتجا بنسبة 65% عند حصوله على التعليم الكامل وتمتعه بصحة جيدة عندما يكبر وهو ما يعد أعلى من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما أن المملكة تعد من الدول الأكثر تحسنا في المنطقة حيث ارتفع معدل مؤشر رأس المال البشري خلال السنوات العشر الماضية من فاصل 60 نقطة في عام 2010 إلى فاصل 65 نقطة في تقييم العام الجاري 2020 الأمر الذي يعكس حرص المملكة الدائم وتضافر جهود جميع القطاعات المعنية في تطوير الركائز التي تساهم في تعزيز رأس المال البشري البحريني كما تم خلال الاجتماع تبادل الخبرات والخطط الرامية حول الاستثمار في رأس المال البشري ومناقشة كافة المبادرات التي من شأنها أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل فعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر